اهلا بكم من جديد في حصة مغاربية نشر الرئيس التونسي قيس سعيد قبل قليل مسودة الدستور الجديد تمهيدا لطرحه للاستفتاء المزمع عقده في الخامس والعشرين من الشهر المغرب وبحسب الجريدة الرسمية فان الدستور الجديد المطروحة للاستفتاء يشمل تغيير النظام السياسي الى نظام رئاسي يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات اكبر كثيرا كما اشارت الى ان الرئيس التونسي سيواصل الحكم بمراسيم لحين انتخاب برلمان جديد كما هو متوقع في ديسمبر القادم في غضون ذلك اضاف فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان المرجع لتحديد نجاح الاستفتاء حول دستور جديد من عدمه هو عدد المشاركين مشددا على ان اجراء الاستفتاء تحدي كبير في وضع سياسي متقلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تؤكد استعدادها لعقد الاستفتاء على الدستور التونسي في موعده مع التأكيد على الجاهزية التامة لوجستيا وتنظيمية الهيئة تؤكدت على حرصها على تنظيم استفتاء في كنف النزاهة والاستقلالية والشفافية مع ضمان تكافؤ الفرص بين المؤيدين والملوئين للدستور الجديد على استعداد تام لتنظيم الموعد الانتخابي القادم في احسن الظروف بما راكمته من خبرة والتجربة منذ سنته في نحتش الدستور الجديد الذي مضى على درب الحفاظ على الحقوق والحريات لدستور 2014 سيكون دستورا ضامنا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بحسب من شارك في سياغته أهم المرتكزات التي وضعت في الدستور هي المرتكزات الاقتصادية كون الصراع اليوم في تونس هو صراع اقتصادي وأزمة اقتصادية بامتياز أما النقاط الاختلافية التي قد أخذت جدالا كثيرا داخل اللجنة هي طبيعة النظام السياسي طبيعة الحقوق والحريات التي ستكون منصوصة عليها في الدستور التونسي الجديد أما الأحزاب المناوئة لمصاري الخامس والعشر من يوليو ترفض الاعتراف بالدستور والاستفتاء ما ينظر بتحركات متسارعة قد تصل للتظاهر في الشارع في الفترة السابقة للاستفتاء بين من يعارض الاستفتاء ومن يطعن في شرعيته وشرعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومن يرنو إلى الدخول مباشرة في مسار الجمهورية الجديدة يتواصل والتناقض الحاد صلب الأحزاب السياسية كل هذا وسط ترقب لنشر مسودة الدستور بل المبروكة لغت تونس ولمناقشة أوفى حول هذا الموضوع ينضم إلينا ضيفانا من تونس العاصمة السيدة وفاء شاذلي الباحثة القانونية وسيد سرحان الشيخاوي عضو نقابة الصحفيين التونسيين سيدة وفاء أبدأ معك وفي لقاءات سابقة حول الاعتراضات الكثيرة التي كانت من معارض لجنة الدستور والممترعين عن المشاركة فيها لما تم تسريبه من مواد قلت يجب أن ننتظر حتى تظهر المسودة النهائية للدستور ثم نحكم وقد جاء ذلك الوقت الآن ظهرت المسودة النهائية للدستور فما تعليقك على أهم ما جاء فيها وعلى الانتقادات التي وجهت لها قبل أن تظهر شكرا على الاستضافة في الحقيقة هذه المسودة مسودة الدستور طبعا ستجد معارضة شديدة ممن سبق وأن عارضها وستجد تأييدا ممن سبق وأن أيدها لأن الموضوع يتعلق بمبدأ هل أنك مع مصار 25 جويليا أو أنك ضد هذا المصار إذن هذه الأحزاب التي عارضت مصار جويليا منذ البداية والتي ترفض رفضا قاطعا تغيير دستور البلاد وترفض الدخول في جمهورية جديدة باعتبار أن هذه الجمهورية ستقطع مع تموقعهم السياسي ستقطع مع حكمهم لأن الإخوان كيف حكموا؟ حكموا بالبرلمان وحكموا بهذا الدستور هذا البرلمان قد تم حله إذن الآن جاء الدور على هذا الدستور الذي سينتهي بموجب الاستفتاء يوم 25 جويليا إذن هذا الدستور الجديد بهكذا مسودة سيجد نفس المعارضة التي عارضت المصار إذن مهما سيتم التعليق على الفصل الأول من الدستور الكثير من مؤيدي الرئيس حتى من العلمانيين ومن الإسلاميين وجدوا كون غياب هذا الفصل وجد ما يطمئنهم حول انتماء تونس للأمة الإسلامية وذلك في التوتئة وفي فصول أخرى داخل هذا الدستور إذن سيد الكريم هذه المعارضة هي تتم حسب المصالح السياسية الضيقة المعارضة التي ترفض الخروج من المشهد السياسي بهكذا دستور يرفضون عبير موسي مؤخرا والتي عرفت بمعارضتها للإخوان تقدمت بقضية لدى وكيل الجمهورية ضد كل من العميد الصادق بالعيد رئيس اللجنة الاستشارية والدكتور أمين محفوظ وتعتبر أن هذا الدستور هو تغيير لهيئة الدولة يعني الأمر بالنسبة إليها خطير جدا رغم أن هذا الدستور هو إنهاء لحكم الإخوان الذين طالما عارضتهم عبير موسي في البرلمان ومنذ بدايةها كرئيسة الحزق الفر الدستور عند هذه النقطة اسمحي لي أن أذهب إلى سيد سرحان الشيخاوي سيدة وفاء كما استمعت إليها تقول أن مسألة قبول الدستور أو رفضه ربما تعود أكثر بين السياسيين إلى المصالح الذاتية وليس إلى انتقادات حقيقية لنصوص الدستور فكيف تنظر إلى مسودة الدستور وإلى ما قالته السيدة وفاء في هذا الصدد نعم أتفق مع الأستاذ وفاء تماما في علاقة بالموقف المبدئي من الدستور لأن دائم مشروع الدستور أو مسودة الدستور هم يدعمون كل ما يمكن أن يأتي في هذا المشروع منذ البداية ولم يشترطوا الكثير من الشروط حتى أنهم تحدثوا عن مساحة تسامع كبيرة جدا في المستوى كل ما يمكن أن يتضمن هذا النص ومعارضي نص الدستور هم يعارضون المسار ككل وبالتالي مهما كان نص هذا الدستور فمشروع الدستور فأنهم سيعارضونه لكن أعتقد أن هناك الجزء الأكبر وهو الجزء المسكوت عنه في تونس وهي طبقة لا تتحدث عن السياسة كثيرة في تونس وهي طبقة تقاطع بشكل كبير كل المسارات الانتخابية نتحدث مثلا في استطلاعات الرأي في تونس نتحدث عن أكثر من 70% طبقة صامتة في تونس لا تصوت إن صوتت في الفترة الحالية فستقلب كل المعادلات لكن دعني سيدي أتحدث عن بعض الفصول أو بعض ما ورد في مشروع الدستور الحالي الذي يمكن أن يستقطب الكثير من الناس للتصويت لصالح الدستور ويمكن أيضا أن يدفع أناس آخرين للتصويت ضد هذا الدستور بداية من حيث الشكل يمكن أن نقول هذا الدستور يعني هو فيه 142 فصلا تمتد على عشرة أبواب مشابه بشكل كبير جدا من حيث الشكل للدستور 2014 الذي يتضمن 149 فصلا تمتد على 12 باب وهو أيضا مشابه للدستور سنة 1959 الذي يتضمن 78 فصلا تمتد على عشرة أبواب هذا من حيث الشكل لكن من حيث المضمون هناك تغييرات جذرية في علاقة بالدستور 59 والدستور 2014 لأن الدستور الحالي يتحدث عن وظائف ولا يتحدث عن سلطة رئيس الجمهورية وظيفة رئيس الحكومة والحكومة ووظيفة رئيس البرلمان والبرلمان هذا معطى مهم جدا داخل الهيكل العام للدستور أيضا هناك قلب كل للنظام السياسي في تونس لأنه النظام البرلماني المعدل لم ينجح بشكل كبير جدا في تونس ويمكن أن نتحدث أيضا حتى في بداية الثورة التونسية سنة 2011 نتحدث عن نظام برلماني مطلق لأنه البرلمان والمجلس الوطني التأسيسي كان يدير كل اللعبة السياسية الآن أصبحنا نتحدث عن نظام رئاسي شبيب نظام الرئاسي الذي نص عليه دستور 1959 أيضا نتحدث عن شكل آخر موجود داخل هذا الدستور وهو نظام البرلماني بغرفتين هناك غرفة البرلمان وهناك غرفة المجالس الجهوية والأقلي وهي يمكن أن تسيل الكثير من الحبر في الفترة القادمة لأنها شبيهة بشكل كبير جدا بالنظام القاعد الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ سنة 2011 وأسال هذا النظام القاعد الكثير من الحبر في علاقة بإمكانية تضارب السلطة بين هذا المجلس والبرلمان عموما ولكن إبقاء على الجزء الكبير من الحريات سيد الحرم في النقطة الخاصة التي تحدثت عنها عن الغالبية الصامتة إذا جاز تسميتها اسمح لي عند هذه النقطة نعود إلى سيدة وفاء الشذلي مرة أخرى رئيس الهيئة المستقلة العليا للانتخابات ألمح إلى أن نجاح مسودة الدستور أو الدستور الجديد من عدمه مرهون بعدد المشاركين وليس بنسبة التصويت بالموافقة أو الرفض وهو تصريح مثير في حقيقة الأمر إذا ما تم احتساب الاستفتاء بعدد المشاركين وليس بالمصوطين بنعم أم بلا فكيف تنظرين إلى هذا الرأي وماذا لو كان عدد المشاركين أقل مما يتوقع المؤيدون الحقيقة نعم هو تحدي كبير بالنسبة لريهان يوم 25 جوليا هل أن الشعب سيكون حاضرا بأعداد كبيرة أمام مراكز التصويت أم أن هذا الشعب سيحجم عن حضور هذا الاستحقاق استحقاق الاستفتاء لأن دستور 2014 في الفصل 50 منه يتحدث عن أن الشعب يحكم عن طريق ممثله بالمجلس النيابي أو عن طريق الاستفتاء إذن هذا المجلس قد حل وقع حله إذن ماذا بقي لهذا الشعب بقي له آلية الاستفتاء إذن حين يكون هناك مجلس قد حل ومع الشعب قد أحجم عن الإدلاء بأصواته في الاستفتاء ما معنى هذا يعتبر طبعا فشل ذريع بقطع النظر عن أن الأمر يتعلق بلا أم بنعم إذن هذا الشعب يرفض 25 جوليا ويرفض الإنخيرات في هذه العملية الديمقراطية التي تترجم ما صار 25 جوليا وهنا الخطر لأنه حين نتحدث عن فشل في الاستفتاء يعني العودة إلى ما قبل 25 جوليا لأن الأمر بماذا يتعلق هنا في الحقيقة يتعلق هل أن الشعب مع العودة إلى ما قبل 25 جوليا أم أن الشعب يختار جمهورية جديدة ويختار مصار 25 جوليا منذ بدايتها وحتى نهايتها وكذلك أيضا ما الضمانات التي تمنع الرئيس دون الانفراد بالسلطة كما ذكرت ترويترس في تحليل لها قبل ساعات يعني ما الضمانات في ظل الدستور الجديد الذي وسع من صلاحيات الرئيس هذا سؤال جيد جدا في علاقة بالضمانات كنت سأتحدث عنها منذ البداية من أهم الإشكالات الموجودة في نص الدستور الجديد هو غياب سلطة رقبية على رئيس الجمهورية أنا قرأت قراءة سريعة عن نص الدستور لأنه صدر من دقائق فقط لم أجد سلطة رقبية على رئيس الجمهورية في حين أنه رئيس الجمهورية له سلطة رقبية على البرلمان وله سلطة رقبية على الحكومة التي هي مسؤولة أمامه ويمكن أن يعفي رئيس الحكومة ويمكن أن يعفي أي من الوزراء في أي وقت يشاء هذا إشكال كبير في علاقة بالمبدأ العام للهيكلة العامة للدستور الذي من المفترض أن يقوم على أن السلطة تحد السلطة في هي أن سلطة رئيس الجمهورية حسب ما رأيت في فصول الدستور الجديد لا تحدها أي سلطة نتحدث فقط عن سلطة نسبية جدا في علاقة بالمحكمة الدستورية هذا جزء أول في علاقة بالجزء الثاني ومكانية نجاح الاستفتاء شعبيا يعني هناك إشكالات كبرى يمكن أن نتحدث عنها الإشكال الأول هو في علاقة بنسبة الثقة وحجم الثقة ومنسوب الثقة في هيئة الانتخابات هناك يعني ضعف الثقة في هذه الهيئة بشكل كبير جدا حتى أن الجلسات التي تم بثها عن بعض مدولاتها الهيئة كان فيها صراع كبير جدا يشبه الصراع الذي كان موجودا في البرلمان التونسي البرلمان الذي أفرزه الدستور القديم وهذه الصراعات التي جعلت المواطن التونسي يسأم من الفعل السياسي بسبب هذه الصراعات رأينا جزء كبير منها داخل هيئة الانتخابات ثانيا رئيس الجمهورية تحدث أكثر من مرة عن موقفه من المراقبين الأجانب وهو يبدو لأنه يرفض وجود المراقبين الأجانب وهذا سيطرح استفهام كبير جدا في علاقة بالمراقبين التونسيين للعملية الانتخابية في علاقة بالمراقبين الأجانب للعملية الانتخابية في علاقة بشفافية العملية الانتخابية ككل هذا معطى أول المعطى الثاني في كل المراسيم التي أصدرها رئيس الجمهورية لم يتحدث عن عتبة تحدد نسبة نجاح هذا الاستفتاء أي أنه لا وجود لأي عتبة تحدد الحد الأدنى للمشاركة في هذا الاستفتاء حتى نعتبره استفتاء ناجحا أو استفتاء فاشلا فقط أردت أن أقول أنه في مجلة الجماعات المحلية التي تنظم الانتخابات البلدية في تونس يتم الحديث في الفصل 33 على أنه النسبة الدنيا للمشاركة في الاستفتاءات التي تقوم في البلديات وتتحدث عن معطيات جهوية ومعطيات ضيقة جدا يجب أن تتجاوز ثلث عدد سكان البلدية في حين أن وطنيا لا نتحدث عن نسبة دنيا ولا نتحدث عن عتبة يمكن من خلالها قياس كل هذه الإشكالات وإشكالات أخرى يمكن أن تؤثر بشكل كبير جدا على عدد الناس الذين يمكن أن يقرروا المشاركة في الاستفتاءة إضافة إلى أسباب أخرى منها الموضوعي ومنها الذاتي شكرا جزيلا لك سيد سرحان الشيخة وعضو نقابة الصحفيين التونسيين والشكر موصول إلى سيدة وفاء شاذلي الباحثة القانونية كنتم معنا من تونس العاصمة حصتنا المغاربية متواصلة وفيها بعد الفاصل التجريد من العضوية بسبب الغياب أبرز تعديلات النظام الداخلي للبرلمان المغربي ترجمة نانسي قنقر